شو بتقولي للنساء والبنات يلي عم بيحضروا كليا الليلة وعم بيقولوا خد بي نصيحتي عمله متل ما تستحى وليلون للبنات شو بتقولي ليلون ما تستحوا عمله متل اللي بيقلكم لا دعسوا بتموا خلي يعطيكم مصروفكم اللي بيقلكم لا وما تشتغل قاعدة ملكة ليه بتشتغل عند ناس يقعدوا يركبوا عظاهرة وشألك المال مليون ليرة تروح تكب تكونوا زبونتهم تكبوا مليون ليرة ببجون هيت تركب شاقل عظاهرون ليه شو فكرة كمانو سايرة أنا عم بحكي شي ساير وبدال مش هيجبهم كرمي مليون ليرة ليه بدي أبكي ما أنت عم بيعطيكي مليون وخمس مية يعني ما عم بيعطيكي هالمبلغ كلتا أنا عم بحكي أنا مش بالشار بطلع مليون كنت بشغلة هلأ عم بطلع عايشي ستة سبعة طيب وعايشي حياتك عادي وكتير مبسوطة وما بهمني ما بهمني شو بيحكم جملك سيارة؟ أنا مبسوط له هلأ بس بس ما بطلع تاكسيات سربسات في من بياخدنا وبيجيبنا شو بتقولي للبنات والنساء والرجال والشباب اللي عم بيتفرجوا هلأ عليك وعم بيقولوا معقولي لك حتى الرجال اللي أنا بشجعهم شو يعملوا؟ إذا مرة كانت تتعرفوا على مرة معها مصاري بالعكس يرفعوا رأسهم فيها بشجع كل إنسان بدون ميني كامله ما في حدا ما بيحب المصاري عالم لو بيحبه مصاري ما ينزلوا على الثورة إذا ما بيحب المصاري أنا لابت ديقعد يا عمين ينزلوا على الثورة بس كرميل طب ما في مش بيحبه أو ما بيحبه اللي بيقدروا يعيشوا برا مصاري بس انت عرفة أهميت اللي عم تقولي الخطورة اللي عم تقولي عم تحطي انت وقيمتك وكرامتك وشرفك مطرح طب ليك إذا أنت عم تحترمني بوجه بتكون كرامتي عالي بس أنت عم تحكي من وراي عن كرامتي كرامتي خلاص صارت بزي ما بيهمني ما بيهمني كرامتك ما بيهمني أنا خلاص بيعرف حالي هو بيعرفنا وأنا بيعرفه قد ما يحكوا قد ما صورة ما بنزل معه صورة هالقد بخاف عليه هالقد بخاف من عيون العالم لأنه ما حدا بيطلب الخير أبدا آخر سؤال لحضرتك ليا الناس اللي بيتفرجوا عليك أنت وعم تحكي هلأ وبيقولوا بيتهموك بأخلاقك وبيتهمونا وبيقولوا إنه شو هالأخلاق العفوان يمكن يقولوا الوسخة اللي عم تحكي بي شو بتقليلون طيب أنا ووسخة أنا هيك أنا مقتنعة هاي هي الحياة تجربوا وطاوست وبعد الشكرونة ليا شكرا لحضرتك